قال النائب أحمد مطيع العازمي أنه تلقى خبرا من وزير الأشغال العامة عالي العمير يفيد أنه تم الانتهاء من اعتماد ميزانية الطريق الداري السابع رسميا وذلك عقب جولة تفقدية للطريق قام بها الوزير برفقة العازمي في وقت سابق العازمي لفت إلى أن ميزانية إصلاح الطريق تشمل توسيعته وتمهيده وإنشاء جسور ومنعطفات لتفادي الإزدحام وتعثر السير